موسيقى نحن صعداء جدا 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 إن إعلان أورنج بتاع رمضان صنة الحياة لحسين الجاسمي إن هو تلع مركز رقم واحد وبشكر كل أي حد صوت للإعلان بتاعنا وأتمنى إن ده تبقى فيه استمرارية وإن إحنا كل سنة نحصل على المركز الأول وحقيقة فخورة بالنتيجة دي وفخورة إن هي جاية من المصريين نفسهم الناس اللي اتفرجت على الإعلان وحبته فده يعني أحلى جايزة الشركة ممكن تاخدها وبشكر المصري اليوم جدا على إنها الدعم اللي عملته وعلى الفكرة نفسها إن هي غطت رمضان كله مش بس ناحية الإعلانات ده أحسن مسلسل وأحسن ممثل وأحسن كل حاجة فده بيخلق تنافس حلو جدا إن إحنا كل سنة هيبقى كل واحد عايز يعمل الأحسن اللي عنده ويعلي على اللي هو عمله السنة اللي قبلها عشان خاطر يحصل على المركز الأول فشكراً للمصري اليوم وشكراً لجمهور المصري اليوم إحنا إعلان رمضان بتاع السنة دي كان هو إعلان سنة الحياة بصوت حسين الجاسمي الإعلان بالنسبة لنا الفكرة تقدمت من شركة الدعاية والإعلان بتاعتنا اليومر نت وهي كانت عن إزاي الناس محتاجة تقرب من بعض الفكرة كان فيها شيء من الحقيقة جداً فلمست قلوبنا لأنها بتتكلم عن الناس المختربة ولو بصنا لكل بيت مصري هنلاقي إن فيه في كل بيت مصري حد مسافر بيشتغل برة مصر في بلد عربي أو في أي بلد تانية فهي هتلمس كل المصريين فالفكرة عجبتنا جداً بس جات بقى الكورونا وكان بصراحة الموضوع صعب جداً في التصوير لأن طبعاً لا إحنا ولا فريق التصوير كان عايز يعمل أي تجمعات وإحنا في العادي لما بننزل بصور إعلان بيبقى فيه مئات من الناس موجودة من العمالة وسنوعة الإعلانات فكان فيه شروط مقيدة جداً أولاً إن إحنا كنا الفكرة إن إحنا هنسافر برة مصر لأن فيه ناس مسافرة برة مصر وفيه ناس جوه بيكلموا أهليهم اللي في مصر فإحنا استغنين عن الموضوع ده بحاجات اسمها post production فبقى بيتعامل الصفر يعني خلفيات بقى كرومة وكده حاجات في الإنتاج فده كان أول challenge بالنسبة لنا أو أول صعوبة تاني حاجة إن إحنا ما نقدرش نعمل تجمعات فكان بدل ما بينزل السيم اللي بقولك اللي هم مئة شخص بيصوروا إحنا كتفينا فقط بالمخرج والcreative اللي هو صاحب فكرة الإعلان من شركة الدعاية بتاعتنا والممثل فقط اللي قدامهم والمصور فده كان بيبقى minimum crew عبارة عن أربع أشخاص في اللوكيشن فده كان حاجة مش سهلة وأول مرة نعملها وبالنسبة لنا إعلان رمضان ده بيبقى إعلان مهم جداً بيجي مرة في السنة فكل الشركات بتتنافس فكنا أخذين طبعاً ريسك جامد جداً إن إحنا مش حاضرين وناس كتير مش حاضرة بس كنا بنعملها زي ما إحنا الفكرة في الإعلان الناس كلها بتتواصل عن طريق الإتصالات التليفونات والكمبيوتر والإنترنت فإحنا حقيقة كنا بنتفرج على تصوير الإعلان وإحنا عاديين في بيتنا فكان كله عن طريق التليفونات بيتسجل وكله live وكنا بنتفرج ونوافق فحقيقة إن زي اللي طلعناه في الإعلان هو اللي كنا بنعمله خلف الإعلان